أصل هو التخوين والإرهاب ده مش هيجيب نتيجة وده بقى إرهاب لو عايز تتكلم عن الإرهاب ده إرهاب لو أنا بصت في الورق واللي هي رائحة أنا أقول والله الحكاية دي كذا أو أنا مش عارف يعني أنا عايز أفهم برضو الناس اللي بتوصل لأراء بسهولة كده أرى ورقتين يروح جيب لك ورقة كده ورقة بص أهو شايف عليها الختمة هي خلاص بقى واضح جدا حكاية بينها ها أنا لقيت الوثيقة هي طيما فيه وثيقة تانية هنجيبها ونقول أنا لقيت الوثيقة هي ده موضوع يا جماعة ليه خبرة ده بتوع الدول بالعشرين والتلاتين سنة لغاية طيما يفهموا الحدود دي فينه جاية منينه راحة فين أما تيجي تقول لي إحنا سألنا شخص مسؤول في الدولة المصرية لمدة تلاتين سنة هي الجزر دي مصرية ولا سعودية وعلى كذا الراجل ده أنا صدقه ما أنا لازم أفضل ألم 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 لغاية تب ما بقى متطمن وما فيش حاجة اسمها جزر تفهة وجزر مهمة كل حاجة مهمة عشان بس محدش يزايد علينا كل نقطة أصله كل واحد يقول لي كيف ونقطة الرمل لا كل نقطة رمل مهمة خلاص عدي بقى وما حدش يزايد وما حدش يقول لي حد انت خاين وما حدش حبيع بلده وعضاء البرلمان ده المصريين انتوا اللي مختارينهم انتوا اللي مختارينهم علشان ييجي الوقت يقعد عضو البرلمان ده يجيلوا الورقة ويجيلوا الدكاترة ويجيلوا المتخصصين ويجيلوا الناس طبعا الناس كتير ملاقين بفرج علينا دلوقتي يقول لك خلص خلص قول لي مصرية ولا سعودية عشان نعرف بقى قول لي مصرية ولا سعودية وانت قاني واحد فيه هي مش كتر دي تبقى مصيبة لو بتفكروا كتر تبقى مصيبة لانه دي اقداء دي حاجة دي حاجة ما بتخلص ما بترجعش يعني ما بتنتهي ما فيش مجال نقول لي لا لا فكرة انا غيرت رأي لا فيش غيرت رأي البلد دي حتاخد قرار البرلمان هياخد قرار والبرلمان ده بيمثل البلد وهو القرار اللي حيقوله كلنا حلمتسل لي فيه ناس حتبقى بتقول لا او فيه ناس حتقول اه وخلاص قرار لهم حيقوله ايه والله ما اعرف الدولة عندها رأي خلال الدولة هي بتدفع الرأي فيه حكم محكمة احنا بقى عادين بقى في الحدوطة بتاعت هو حكم المحكمة اللي يقول انها مصرية ولا سعودية هو ده اللي ماشي ولا البرلمان هو اللي ماشي ومين اللي لي الولاية وكل الحوادد دي ارجو ان انتو تشرحوا للناس كل الكلام ده احنا ما نقدرش نشيل السيلة دي كلها يعني احنا ما نقدرش نعمل ده ما البرلمان بيعمل ايه كل واحد يقابلني يقول لي يقول لي بقى انت رأيك ايه هي مصرية ولا سعودية ها خد بالك خد بالي من ايه احنا ما بنتكلمش على مشاريب ما بنتكلمش على ماتش كورة زكاة كورة اوف سايد ولا لا هبنتكلم على تاريخ وجغرافيا وعلاقات وامن وطني وامن قومي وكل حاج فارجوكم توقفوا عن الارهاب تلت ايام توقفوا عن الارهاب تلت ايام انا بادعو كل الناس اللي بترهب الناس تلت ايام ادوا فرصة ان الناس تعرف الحقيقة هي ايه الديمقراطية فين بقى ان انت تقلت له على فاكرة انا بقول لك اهو لو حصل انت عارف حيامل ده فيه ناس بعت تهديد للجيش للجيش انت عارف يا جيش يا مصري لو طب انت بتهديد ليه مبادل الكلام اللي انت عاب تكتبه ده هات ورقة وهات حاجة واعد وتكلم واشرح وبين واعمل كتب واعمل مذكرات واعمل بتاعه وادي الحكاية وادي الموضوع وما حدش يقدر يفتح بقى